شنت طيران الحربي للجيش الإسرائيلي غارات استهدفت مساكنة يدعي أنها لكبار مسؤولي حماس ومراكز قيادتهم ومستودعاتهم وشنت الدبابات المنتشرة في جنوب إسرائيل هجمات مدفعية على قطع غزة ووفقاً لوكالة رويترز أقام الجيش الإسرائيلي نقاط تفتيش على خط التماس المتجه جنوباً لتعزيز السيطرة وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً مصوراً في اليوم نفسه طالب فيه جميع المدنيين في شمال قطع غزة مثل مدينة غزة بالانسحاب جنوباً قائلاً إن ذلك لأسباب إنسانية وقال إن الجيش الإسرائيلي سينفذ عملية كبرى في مدينة غزة خلال الأيام القريرة المقبلة وقال مسؤول في حماس إن التحذير الإسرائيلي دعاية كاذبة وحرب نفسية داعياً الفلسطينيين إلى عدم تضليلهم والبقاء في منازلهم وأظهر شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء الفرنسية يوم الجمعة أن عدداً كبيراً من الصواريخ أطلقت من قطع غزة باتجاه إسرائيل وقالت كتيب القسامة الجناح العسكري لحركة حماس إنها أطلقت نحو 150 صاروخاً على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل وذلك رداً على استمرار غارات الجيش الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين حسب البيان